في عملية هي الأوسع منذ عملية الجرف الصامد أغارت مقاتلات الاحتلال على عشرات الأهداف العسكرية في قطاع غزة والتابعة لحركة حماس الغارات تركزت على مقر كتائب القصام في بيت لهيا شمال القطع حيث تم استهداف معسكرات تدريب ومخازن أسلحة ومواقع للقوة البحرية بحسب ما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال زاعما أن الغارات جاءت ردا على ممارسات حماس قربة سياج الأمني من خلال تسيير الطائرات الوراقية الحارقة وفي إعقاب إطلاق النار من القطاع باتجاه التجمعات السكانية في الجنوب مدفعية الاحتلال شاركت في الاعتداءات على غزة مسهدفة بلدة القرارة شرق خان يونس جيش الاحتلال أشار إلى أن نظام القبة الحديد اعترد قذائف وصواريخ أطلقت من غزة الحكومة الإسرائيلية قررت اتخاذ إجراء قوي ضد غزة فيما ترأس رئيس أركان الاحتلال الجنرال جادي أزينغوت جلسة تقييمية للأوضاع الأمنية وأكد الناطق العسكري أن قواته تتحرك ضد الاعتداءات التي تقودها حماس في منطقة السياج الأمني المحيط بقطاع غزة على حد زعمه وفي الجانب المحتل دوت أصوات الانفجارات في مناطق مختلفة من القطاع في ظل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء غزة وقامت المقاومة بإطلاق عشرة الصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية ردا على الغارات حركة حماس أكدت أنها لن تسمح للاحتلال بأي ينفرد بقصف الشعب الفلسطيني وبقتله مشددة على أن ردها سيكون حاضرا وقال عبداللطيف القانوع الناطق باسم الحركة أن ارتفاع وثيرة التصعيد لدى الاحتلال لن يغير المعادلة أو يفرد واقعا جديدا أو يوقف زحف مسيرات العودة والمقاومة